بمناسبة اليوم العالمي الثالث للأجداد والمسنين يمنح ديوان التوبة الرسول الغفران الكامل للمشاركين في القداس الإلهي الذي سيترأسه قداسة البابا فرنسيس في بازليك القديس بوتروس في الثالث والعشرين من الشهر الجاري وللذين سيخصصون وقتاً لزيارة الأشخاص المسنين في هذا اليوم وللمرضى الذين سيتحدون بالصلاة روحياً في الاحتفالات الليتورجية وفي هذا الصيق ذكر الديوان بشروط الحصول على الغفران الكامل وهي الاعتراف والمناولة والصلاة وأشار المرسوم إلى أن الغفران يمنح أيضاً للمسنين المرضى وجميع الذين لا يستطعون ترك بيوتهم لسبب قاهر كما دعا ديوان التوبة الرسول الكهنة للاستعداد بسخاء للاحتفال بسر التوبة من أجل السماح للمؤمنين بالحصول على هذه النعمة الإلهية